اشتركوا في القناة لبيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وسننبه على سنة الوضوء وما يجب في الوضوء أيضا وبعض ما يفعله الناس من الأمور المكروهة أو المحرمة في الوضوء أول شيء النية وحلها القلب أن الإنسان ينوي بقلبه أنه يريد الوضوء وهذه هي الأصل أن كل إنسان ما جاء إلى المسجد أو ما جاء إلى مكان الوضوء إلا وهو يريد أن يتوضأ للصلاة هذا هو الأصل لكن هي قد تختلف أو تنتفي النية في من يريد أن يعلم مثلا أريد أن يعلم شخص لا يعرف أن يتوضأ أقول له افعل كذا وافعل كذا وأتوضأ أمامه وضوء الصلاة وأنا لم يخطر في بالي أني أتوضأ هنا لا يصح هذا الوضوء أنه ليس فيه نية أما عامة الناس فالأصل أنهم لا يتوضأون إلا بنية فلا ينبغي التكلف في هذا الأمر فأول ما نبدأ بالوضوء قلنا النية ومحلها القلب نستعد الآن لفعل الوضوء الآن سأتوضأ مع الشرح ثم سأتوضأ وضوءا كاملا بدون شرح وأثناء الشخص نبه على بعض الأخطاء أو بعض السنن نبدأ بحول الله تبارك وتعالى أنا أتجهز للوضوء أول شيء نبدأ في الوضوء هو التسمية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند النساء توضأوا بسم الله فأقول قبل أن أتوضأ بسم الله ثم أبدأ بغسل الكفين ثلاث مرات وتكفي مرة واحدة ثم بعد ذلك أتمضمض وأستنشق لو تمضمض ثلاث مرات ثم استنشق ثلاث مرات الوضوء صحيح ولكن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة وسأطبقها الآن إن شاء الله تعالى ثم أغسل وجهي ثلاث مرات ويكون من منبة الشعر هنا منبة الشعر هذا إلى أثل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن هذا هو الوجه ما أواجه به الناس يغسل كل هذا الوجه ثم بعد ذلك أغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق وأطراف الأصابع تغسل والمرفق يغسل ويغسل بعض الناس يتوضي يغسل من هنا وهذا خطأ لابد أن تغسل كف مرة ثانية وهذا ركن من أركان الوضوء ثم اليسرى ويجوز تقديم اليسرى على اليمنى ولكن السنة أن تقدم اليمنى ثم اليسرى ثم آتي إلى مسح الرأس أمسح رأسي ويكون ذهابا وعودة وتكفي واحدة إما ذهابا وإما عودة تكفي واحدة ثم أمسح أذنية بما بقي في يدي من الماء من مسح الرأس فأمسح الأذنين السبابة داخل الأذن تمسح والإبهام خارج الأذن يمسح ثم أغسل القدمي اليمنى ثم اليسرى ويجوز اليسرى ثم اليمنى كما جاء عن علي رضي الله عنه ثم أقول الدعاء الذي في نهاية الوضوء نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته بسم الله أفتح الماء ولا أبدر في الماء لأنه لا يحتاج الأمر ذلك كله هكذا جيد هكذا الماء جيد أبدأ بسم الله أغسل كفين أتنبه الأغسل كفين وأنا أغسل كفين الآن لو تلاحظوني أدخل الماء بين أصابعي بين الأصابع وهذا ما يسمى بأصل براجم وهي من السنة تخليل الأصابع أثناء الوضوء فإذا إنسان لم يخل الأصابع هو صح الوضوء لأن الماء سيصن إلا ما بين الأصابع وأما الحديث الوارد لتنتهكنه هذه الأصابع أو لتنتهكنها النار أو لتنتهكها النار هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم وإن صح فالمقصود التأكيد على هذا الأمر ولكن جل الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كلهم لم يذكروا أنه كان يخلل أصابعه صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الأقيط قال وخلل بين أصابعك والحديث فيه أيضا كلام لكن الشاهدة من هذا أن تخليل الأصابع هكذا سنة مستحبة وكل مكان لا يصل إليه الماء براحة يستحب تخليله هكذا فنعيد مرة ثانية هذا تخليل الأصابع فتح الماء قليل لا كما يفعل كثير من الناس يفتح الماء على حد هذا خطأ وخلاف السنة وإنما يكون فتح الماء قليلا هكذا وقصل الكفين ثم بعد ذلك تأتي المضمضة والاستنشاء كما هو الملاحظ تمضمض واستنشقت من كف واحدة وعيدها مرة ثانية تمضمضت يعني الماء لما أخذته بيدي شيء دخل إلى الفم وشيء دخل إلى الأنف ثم نثرته بيدي اليسرى هكذا السنة أن المضمضة الماء نأخذه باليمنى وننثر في اليسرى ثم بعد ذلك يأتي غسل الوجهي نفس الشيء نفتح الماء قليلا نملأ اليدين بالماء ثم هكذا غسل الوجه هكذا أخذت الماء بيدي ثم قسلت وجهي أعيدها مرة ثانية أو هي ثلاث مرات في الأصل هذه الثانية هذه الثالثة وهكذا يكفي دون تكلف مررت بيدي على جميع وجهي قسلت الوجه جميع الوجه غسل بدون تكلف ومرت اليد على جميعه بعض الناس يأتي يتوضع هكذا يقسل وجهه مثلا بهذه الطريقة هكذا فقط ولا تمر اليدان على الجانبين هكذا وهذا خطأ وإنه لابد أن تمر اليدان على الجانبين بحيث قلنا من الشحمة إلى الشحمة ومن منبت الشعر إلى أسفل الدقن هذا بالنسبة لغسل الوجه الآن غسل اليدين نبدأ باليمنى وهي السنة هكذا الماء أيضا هكذا هذه الثانية وهذه الثالثة ويجد طريقة ثانية وهي هكذا أن نأخذ الماء القليل ثم نفرغه هكذا نأخذ الماء القليل ونفرغه هكذا وتمر اليد على اليد هكذا ثلاث مرات هذا الماء نأخذه وهذا يوافق الآية وأيديكم إلى المرافق أي من هنا إلى المرافق ولا بد أن تغسل اليد كاملة هكذا وإمرار اليد على اليد هكذا هي السنة ويسمى التدليك لكن لو غسلت يدي بهذه الطريقة مثلا وتأكد أن الماء مر على اليد كلها دون أن أدلك الوضوء صحيح على قولي جماهير أهل العلم الوضوء صحيح ما في شيء لكن السنة الإنسان يدلك يمر يده على اليد الأخرى الآن اليد اليسرى نفس الشيء الماء قليل وهكذا طريقة وهكذا انتهى هذا الجزء أو هذا العضو غسل اليدين يأتينا الآن مسح الرأس أيضا نبلل اليد بالماء نرمي به ثم بعد ذلك نبدأ من أول الرأس هكذا ثم أعود مرة ثانية ثم الآن يدي مبللة فأمسح الأذنين بما بقي بالبلل في يدي فأدخل السبابة هنا هكذا السبابة والإبهام الإبهام من الخارج لكن لو بالسبابة فعلت هكذا وبالسبابة فعلت هكذا جائز لكن الأفضل السبابة من الدخ والإبهام من الخارج بحيث مسحت الأذنين بعد ذلك يأتي غسل القدمين كذلك أفتح الماء قليلا ثم أبدأ بغسل القدمين وأيضا أخلل بين الأصابع وأغسل القدمي بهذه الطريقة هذه القدم اليمنى وإذا كان أحد يصب عليه من إبريق أو ما شاء ذلك تكون ثلاث مرات منفصلة كل واحدة على حدة هذه الأولى مثلا نقول هذه الأولى ثم بعد ذلك هذه الثانية ثم بعد ذلك هذه الثالثة ونفس الشيء قدمي اليسرى كذلك أخلي الأصابع هكذا ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك طب قضية وهي اللحية من كانت لحيته كثة أنا لحيته خفيفة من كانت لحيته كثة يأخذها كذا بيده الماء ثم يدخله تحت حنكه هكذا يغسل اللحية خشية أن يكون الماء لم يصل للحية فيخلل اللحية بهذه الطريقة الآن سأتبضأ وضوءا كاملا من الأول إلى النهاية بطريقة التي ذكرت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سنفس الصيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وارضه بسم الله لا تبدو لنقصلي الثانية. هذه الأولى. هذه الثانية. هذه الثالثة. الآن رسح الرأسي. ذهابا. ايابا. ثم الأذنان. الآن رسح القدمين. هذه الأولى. هذه الثانية. هذه الثالثة. العلقى اليسرى. هذه الأولى. هذه الثانية. هذه الثالثة. الآن تخليل اللحية. وبهذا أكون قد انتهيت من الوضوء. فأقول أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. التنشيف الأعضاء بعد إتمام الوضوء جائز. يجوز أني أنشف أعضاء الوضوء. لا أنشف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى وضوءه. آآ أعطي المناديل. فردها صلى الله عليه وسلم يقبلها. وهي رأى أن يتساقط الماء. لأن الذنوب تتساقط مع تساقط الماء. كما جاء في الحديث تخرج خطايا من فيه. تخرج خطايا من عينيهم حتى تخرج من تحت أشفاره. تخرج خطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافره. وكذلك الشعر وكذلك الرجلين. وهكذا أكون قد أتممت الوضوء. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر. وهو أن بعض الناس يمسح الرقبة في الوضوء. وهذا خلاف السنة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرقبة في الوضوء. إذ ليست أعضاء الوضوء. وإنما أعضاء الوضوء. التي مر ذكرها. وصلى الله تبارك وتعالى من علينا وعليكم. باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه. وأنا توضأت ثلاثا ثلاثا ثلاثا. وتكفي واحدة. لمن أراد أن يتوضأ أن تكون واحدة فقط. وليست ثلاثا. وهذا أيضا جائز. وحتى لا أضيع الفرصة. الآن سأتوضأ مرة مرة. بسم الله. وسأترون كم هو. يعني بسيط وسهل. بسم الله. وسأتوض están تحين والنوب. هكذا انتهينا من الوضوء تقليل اللحية والذي حملني لن نبين أن الوضوء سهل ويسير وبدون التكلف أني رأيت شريطا لأحدهم وهي يتكلف جدا في الوضوء ثم يقول أخذت هذا عن آباي عن أجدادي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إسناد لا يقبل عند أهل العلم وإنما الإسناد الذي يقبل عند أهل العلم هو الإسناد الذي يذكر فيه الرجال من هم ومن يكونون وكذلك سمعت لأحد طلبة العلم يذكر حديثا لتنتهكن هذه الأصابع أو لتنتهكنها النار يعني تخليل الأصابع وهذا الحديث صححه بعض أهل العلمي ولكن الصحيح أن هذا سنة وهو تخليل ما بين الأصابع خاصة أصابع الرجلين لأنها ملتصقة نوعا ما بخلاف أصابع لديه منفتحة والماء الطبيعي جدا يدخل من خلالها فأس الله تبارك وتعالي منها علينا وعليكم باتباعي السنة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاتي محمد